أنت أحياناً باسم الفقه وباسم الجائز وباسم مر الحق ترتكب خساسات ولذالات بالمنطق الفقهوي في أشياء كثيرة ليس واجباً عليك أن تفعلها وأشياء كثيرة يجوز لك أن تفعلها لكن إن فعلت هذه البعيد فأنت خسيس وإن لم تفعل تلك فأنت شحيح وخسيس ونذب محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه أذكر حين يتكلم في موضوع المعاملات والبيع والشراء وله كلام مهم جداً جداً أنصح كل مسلم أن يقرأه لأولاده يعلمهم الورع الحقيقي في المال والبيع والشراء وكسب المال كلام جميل جداً في الإحياء من أروع ما يكون لكن تكلم رحمة الله تعالى عليه أنك قد تقوم بصفرة ببيعة تكسب مالاً من ناحية قضائية من ناحية قانونية من ناحية تشريعية مر الحق من حق هذا لك لكنك تبوء به بغضب ما الله تبارك وتعالى الله حمد يقول انتبه قال ليس لأنه أفتاك المفتي وقضى عليك القاضي أنك ما شاء الله عليك لا أنت متعرض لغضب الله ليش هو حق مبدأ أصولياً مبدأ فقياً يعني في أصول الفقه قال لك لأنه ليس كل ما نهي عنه يقتضي الفساد طبعاً هل النهي يقتضي الفساد؟ مسألة في أصول الفقه معروفة والخلاف فيها طويل عريض قال لك لا ليس كل ما نهي عنه يقتضي فساد المنهي عنه إذا وقع يقع منهياً عنه لكن البيع صحيح العقل الصحيح ما كسبته فهو لك لكن كسبته بماذا؟ بغبن الآخر باستغلاله باستغفاله بالتغول في الربح بأشياء بتغطية مثلاً ما ليس ظاهراً وكل هذا غش والعياذ بالله ومن غشنا فليس ليس منا أو من غش فليس منا وسنعود إلى هذا الموضوع فأبو حامد قبل إيميل الدور كايم فهم الببطة هذا بالحكس وهذا فهم عند كل علماء الشريعي وفضل الله تبارك وتعالى خاص أبو حامد أبو حامد كان فقيهاً كبيراً هو فقير شافعي يعني أنا أقول لك من زمن الإمام الرافعي عبد كيمة الرافعي وأبي حامد الغزالي إلى اليوم الفقه الشافع كله هو الرافعي والغزالي ثم النوية الذي جمع بين الاثنين هذا الفقه الشافعي شيء عجيب هذا الرجل فقيه كبير جداً جداً وأصوله من درجة باذخة معروف أبو حامد الغزالي ليس بس متصوف ومربي ومتروح وفيلسوف ومنطيق لا هو أصوله كبير فصل الفقه وفقيه عظيم أعظم فقه الشافعية في عصره وإلى أصور آه تالية جميل هذا الرجل الذي حداه على كتابة كتابه العظيم الموسوعي إحياء علوم الدين هو ما رأوه من انفصام وانفصال مزري ونكد ومقلق بين ماذا؟ بين القضاء والدياني وأن الناس سار منطقهم باللغة التي سميته أنا المنطق الفقهوي الناحية الفقهية جائز جائز من ناحية شرعية قضائية جائز جائز خلاص طيب وين الأخلاق وين الوراع وين العرفان وين الصلاح أنت أحياناً باسم الفقه وباسم الجائز وباسم مر الحق ترتكب خساسات ولا ذالات وعودوا إلى ربما أي يعني ما تكلمت به حول هذه المسألة حول أيه المنطق الفقهوي الغالب على المسلمين اليوم المنطق أو على بعض المسلمين المنطق الفقهوي بالمنطق الفقهوي في أشياء كثيرة ليس واجب عليك أن تفعلها وأشياء كثيرة يجوز لك أن تفعلها لكن إن فعلت هذه البعيد فأنت خسيس وإن لم تفعل تلك فأنت شحيح وخسيس ونذب فما تتمسك كثير الفقه في شيء يتجاوز الفقه اسمه الإيمان اسمه الضمير اسمه القيام الفضائل الأخلاق العرفان الصلاح الولاية شيء ثاني هذا العفق ثاني أبو حامد يريد أن يرفعك إليه كما كان يحب رسول الله أن يرفع إليه أصحابه وأمته ويحرص على هذا النبي هو الذي يشكل أن هذا الطريق جزاه الله عنه خير الجزاء فنرجع على النقطة الأولى إذن المؤمن رجل يراعي الحقوق لا يضيع الحقوق كلمة حقوق اسمه على مسمى يعني لا يفعل هذا تفضلا يفعل هذا إلزاما شرعا يجب أن يفعل هذا صحيح؟ هنا هذا يعدنا أيش الحد الأدنى المراعاة الحقوق لكن المسلم والمؤمن الصادق لا يقف مع الحد الأدنى في موضوع المواسع مواسع يرى أن الموضوع عوسع من هذا بكثير يعطي المفروض ثم يجود دائما بما هو فوق ذلك وأكثر من ذلك تقربا يا الله تبارك وتعالى هذا أخلاق المؤمن هذا أخلاق المؤمن كما قلت لكم الأدبية هنا كثيرة جدا عدوا الكتب ما شاء الله أشياء تفرح القلب موجودة وموجود أيضا في اللحظة التي نعيش فيها ما شاء الله نماذج من المسلمين والمسلمات بفضل الله حول العالم كثر عطاءهم غير ممنون سبحان الله وغير محسوب ويعطون بجود وبسخاء وبكرم مذهل ما شاء الله لماذا؟ فقط لأنهم تحققوا بالإيمان فرضي الله عنهم وكثر من أمثالهم لو هؤلاء زادوا يزيد الطيب في الأمة وينتفى الخبث والله يتنصر الأمة لي وتعز سبحان الله وحتى عوامل عزها ونصرتها تكون من إيه؟ من داخلها من ذاتها من ذاتها الأمة المفككة مرشحة إلى أي هزيمة أي أمة حتى ورأيتها من ناحية مدية قوية وعظيمة ومن ناحية تسلح وفلوس لكن مفككة اجتماعيا مفككة روابطيا علائقيا مرشحة إلى الهزيمة السريعة ترجمة نانسي قنقر